الله أكبر طلع يجرفون قبور المسلمين الله أكبر حتى الموتى لا يرقدون بسلام تقد جرافات إسرائيل مضاجعهم عشرات القبور نبيشت وقتلعت في المقبرة الإسلامية بمدينة صفاد في الجليل إلى اليوم كان الموت هنا في عداد المحظوظين ممن ظلوا في صفاد حتى ولو تحت ترابها ولم يعيش هولى تهجير الفلسطينيين منها في النكبة لكن تاب إسرائيل إلا أن يذوق شيئا من مرارتها بعد 72 عاما عملنا هنا مقبرة مسلمين جرف وما أحد يسأل ما أحد يسأل للمرة بس لو أن هذا القبر لواحد يهودي في أوروبا موجود يعني لقامة الدنيا ولم تقعد تنتهك إسرائيل حرمة المقبرة لتقيم مبنى جديدا للمحاكم هنا في هذا المكان سيجلس قريبا قضاة إسرائيل ليحكموا بعدل من سلب وطنا وشرد شعبا واستكثر حتى على الموتى راحتهم الأبدية المحكمة هي عنوان العدل الأصل أن تكون عنوان العدل فأي فكرة يمكن أن تكون لمحكمة أقيمة أصلا على جماج المسلمين وهذه الرسالة التي نريد أن نوصلها من خلال هذه المحكمة نحن نريد أن نوصل رسالة للجهاز الكضائي وللعالم جميعا أن هذه المحكمة التي ستقام ستقام من خلال انتهاك حرمات الأموات ومشاعر الأحياء فإسرائيل التي تصر على الادعاء أنها دولة الحريات وحامية المقدسات والمدافعة عن إقامة الشعائر الدينية هي نفسها من ينتهك المقابر في عشرات القرى الفلسطينية المهجرة وهي من ينتهك حرمة الكنائس والمساجد ويغلقها ويمنع إقامة الصلاة فيها ويحول بعضها إلى متاحف ومطاعم وحظائر للأبقار لا ينحصر الاعتداء على المقابر والمقدسات في انتهاك حرمة المكان بل يتعداه إلى أبعد من ذلك إلى قطع سرط الفلسطينيين بالأرض ومحو أي شاهد واشتثاث أي معلم يدل على أنهم كانوا هنا قبل إسرائيل لياس كرام الجزيرة مدينة صفرد